اشتركوا في القناة 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 في ناس بيضلوا بحالة حب ما بفهم ما بفهم شو بالعين شو متعاطين ما بعرف حديثهم استكارات مصطلحاتهم عبوطات بوسات عن النوقات النوبات ردوا وكلمة حبيبي وبيبي بالكيلو وزن عالقبان وشي اللي عم علم انو معقول يا بيبي بتقول لرفيق بالحياة حبيبي ورفيق اللي بتعرفوا بس عالفيسبوك حبيبي وجارك حبيبي وصاحب البيت حبيبي حكي 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 بس حكي فاضي بحبكن كتير بس ما بعرف عبر لا عبرتوا زيادة لا وفي ناس قال بيبهدلوا بس بيحب انو بعد ما بيزفك وبيمسح الارض فيك بيقلك صديقي هاد الحكي عم قلك يا بيحب او محبتي محبت شو يا زنمي يمارس الجنس مع اللغة بعرف اتنين صحفيين علقوا مع بعض على الفيسبوك نشحوا بعض مقالات وبوستات وكومنتات ونتفوا حرب افتراضية بس بيحب واحد عضل تاني من انفه والتاني نجلط من وراء الاول بس بيحب نقسموا الناس من وراهن بلك وبعض اتزعزع كيان العالم الافتراضي وهن يدلوا رفاءات على الفيسبوك بيحب انا ما قصدي حدا محدد عم بعطي مثال من الهوى بيحب مني الكم بوسات عن نوات انتي كلكي انتي رائعة انتي رائعة والحب فيك اتمنى ان امسك سكينة واتبح بها نفسي على قد ما احبك انك تنافورة تزن بعين في قلبي واتتشتشين واتتشتشين سأقول لك كلاما يفلجك الكول المنفلخ هاد لغته خاصة ومكررة ومجهولة المصدر بتبلش بذاتها مومنت وبتنتهي بمكرر للضرورة اسمحولي بدي استطرد عفوا استضرت ليش لا تكرر يا حبي بمفهوم والله واضح مالنا ببقر توصل الفكرة من اول مرة بعدين الملوك ما لازم يعيدوا كلامهم يا مهند يا تلام قالوا هيك انه تبديل الحرف بحرف انه كولاني كولاني ايه وهيك انه شو هيك بتلاقيها خمس ساعات عم تزبط بصورتها وتسلخها افكتات وتغطي الدفويات وتشيل الترهولات وتسأل كذا حدا جنبها ان رأيه بالصورة الاخر شي بتنزله وبتكتب ايه وهيك انه مو فارق مع حبيته ولا لطيطي قال او لطي قالوا جنبها نجمات انه قال او هيك وبس انت شو فكر انه ناطرين منك اكتر مثلا من هيك الضرابة للقضاء على الحجرات الزاحفة الضرابة يعني وكونن اغلب المغتربين فصارت لغتهم مدموجة مع لغة البلد اللي عايشين فيه انه قالوا لهم دمج ام فكر انه لازم يتحش حرف عربي مع الماني او هولندي او انه لازم يضيف اي ان جي على الكلمات العربية ليفهموا عليه الشعوب الاخرى انه مثلا بدو يطلع من فرنسا عبرلين فبيكتب بيرلينينغ او شريدينغ امستردامينغ قاجة انتابينغ انفصال كامل عن واكعينغ it's not cool it's fucking غلازة وهدول اذا عصبوا قال بيسبوا له بيسبوا الكوكب قال انه وقف لي هالأرض بدي انزل قال وينو نيزك وينو اي عن جد وينو وينو ياخدك لك يا ميادة يا حبيبتي في شي اسمه البرتونال سبيس يعني كل واحد لازم يكون في عنده هيك مساحة شخصية تنفس فيها لا تخني الزلمة بكرا بيطلقك السياسي الثقافي المنتفش هاد ماعتمد على لغة الفصحة طبعا بلغته الخاصة انه مثلا بدو يحاور حدا فبيقله يا صديقي العزيز او يا رفيق رح ورجيك مادة فنية لهواة النوع فقط مادة جدا جميلة مادة سائلة لعابية مادة واذا بيحب كرشو شوي بيقله مادة دسمة اضخمنا بالثورة اشبعنا بالحلم واذا بدو يوصف مقال حبه بيقول مقال بديع بديع الزمان الهمداني انا بديع يا وديع ارجعنا على كل منفلخ او بيشير شغلة لحده وبيكتب واجبت القراءة وظيفة مدرسية نقراله واذا بدو يوقف مع حدا بيقول اطواطق معه لان هذا يتناسب مع قناعاتي اه لا اهي اسماء الاسد غ يمارس الجنس مع اللغة واذا بدو ينزل من علياءه ويخاطب العامة فبيقول هم اصحاب القضية ونحن الحراس انه حتى اذا بدون يعبروا عن الاشياء اليومية او الاحداث الاعتيادية او هواياتهم الرياضية مثلا بيقول كانت مباراة انيقة والحكم حكيم بس هدف حزين ومدرب مسيس تماث مهين ركن عقيد واذا حبوا يتناغشوا مع رفقاتهم ويمزحوا ويحكوا بلغتنا التافة فبيكتب له لرفق المقفل مثلا ايها الشقي اللي هي ترجمتها طبعا تلحس انت وهالكومنت شو بايخ واذا حبوا يستخدمون انجليزي مثلا فبيستخدمون مصطلحات اللي بتنتهي بيليزم ورينتيليزم مسكيزم سورياليزم غاليزم واذا بدو يبهدل حدا فبيقول له كنت انفكرك شخص ناصع وصاحب موقف بس للأسف طلعت بتحط لايكات لناس لغة سوداء وطائفية ما رح احكي شي ولا رح اقول شي بسبب خدش للحياة العام اخرج من بروفايلي بهدوء موادتي ايها الاخوة والخوتان بداية احييكم من بعد غياب طويل عن الخبابات بداية احب ان اعيد وكرر قصة الثورة المذعومة بدأت القصة عندما يعني منذ سنتين كنت جالثا واحتثي المتة وعندها دخل علي احد الاصدقاء وقال لي كيف حاله قلت له الحمد لله وعفا هذه قصة اخرى امني يجي على اهم صنف اللي هو مصدر لغته كلها كلمة وحدة صرنا نسمعها ونقراها وكل شي تصنيف جميل لغة جميل تتألف من كلمة وحدة هي جميل الصديقي الجميل ابي الجميل الفنان الجميل اي شخص الجميل كلبي جميل قطي الجميل التمساح الجميل الحنش الجميل القتل الجميل القصف الجميل التشريد الجميل الحرب الجميلة وقد كانت مقولته الشهيرة في مجال مش انتحباني على ذلك أو بقلبوها الجميل فلان في مكان خران الجميل فلانة خيانة ومدريانة يعني شو جميل يعني ليش مكربوج مثلا لطيف حباب اي شي ليش جميل لك ليش كلكم تحكمت البعض ليش جميل والله انا ما بتذكرني غير جميل الاسد مثلا شو اللي عميخليك تشوف كل شي جميل اخد اسد مثلا بس مستحيل تكون متعاطي شي جميل لانه الاتتتود اتتتود بشع انا ما دخلني اتتتود انا ما دخلني بهاي الكلمة لقطة من المجتمع ونسيت شو كانت تماما بالعربي رحشوف على جوجل ترانزليت وارجع شوف شو يعني معناها يمارس الجنس مع اللغة الجوجل ترانزليت أنا ما دخلني السلام عليكم